اليوم تجربة تمر الناس طلبتها كثيرا مبارح عملناها على مين؟ على مريض سكر راح نشوف اذا كانت الناس راح تتفاجأ ولا لا واليوم راح عملها علي المريض الطبيعي المفروض طبعا اخذنا نوع تمر من السعودي القصيم اسمه تمر السكري اخذنا اخذنا خمس حبات لانه هو متوسط الوتر الناس تأخذ واحد اثلاث 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 شفنا تأثير مبارح على مستوىات السكر والانسولين وعلى الشحم الثلاثية في مريض السكري واليوم علي اذا انت مريض سكري بتحب التمر ضروري انك تشوف لانه نظريا مفروض انه معامل منخفض بس خلينا نشوف اذا هذا الحكي صحيح نبدأ؟ نبدأ صدمة 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 صحيح؟ جدا كنت متوقع هذه النتائج؟ لا أبدا احكي لك صراحة ولا انا بالضبط معامل سكر منخفض نظريا تسعة وثلاثين من عاملات اللي تحت وانا تخيلت يعني اوكي عملنا على مريض السكر وعملنا عليه بس يعني انا كنت متوقع انت كان توقعك افضل من توقعي عشان الامانة انا كنت راح اصعرض النتائج واشرح معناها اتمنى انه هذا الفيديو يوصل لكل الناس وخصوصا لكل الناس بلستنا وخصوصا مرضى السكري لا تنشرونا الاشياء الهبلة اللي زي تاعة الكورونا اللي عملتولنا عليه هاي الفيديوهات اهم هاي فيها مصلحتكم وفيها حياتكم هذا المهم هذا المهم انكم تعرفون كورونا سلام عليكم شهر وبطل موجود صح الله هذا المعلم تبتمر فيها الصراحة اهم من كورونا ومراحب مئة بالمئة طبعا انا شغال في المجال لي زمان الصراحة ما توقعت اهتية يجي منك يلا خليني استعرض النتائج نراكم راح ابدأ بتأثير التمر علي انا ابتدأت في الصائم بنسبة سكر 100 وابتدأت بانسولين 5.9 وهو الوضع اللي انا عالة بقوم موجود فيه الغريب في الموضوع انه خلال الاربعين دقيقة وصل منسوب السكر عندي ال 158 وهي القيمة الصراحة مشابهة لقيمة السكر الابيض لما حطيته مع الكوفي حطينا معلقتين اذا متذكرين الغريب اللي انا فاجأني هو استجابة الانسولين العنيفة اللي حصلت عشان يحكم برضو السكر في هذا الموضوع الانسولين اضطر ارتفع الى قيمة 86 في الاربعين دقيقة يعني ارتفع بكمية جداً كبير الصراحة انا ابداً ما كنت متوقعة ابداً يعني سوري حتى في المشروبات الغازية ما شفنا هذا الارتفاع الشغل الملاحظة التاني على انه منسوبات الانسولين ضلت مرتفعة يعني ما نزلت انا بالعوايد تنزل عندي للحد الطبيعي بعد مرور المئة الدقيقة ما زال في عندي ارتفاع بالانسولين 15.4 اللي هو لساته اعلى من بداياتي من البيزلاين اللي انا ابتدت فيه الحاصل انه برغم من انه التمر برغم من ان انا شخص صحي وانتو ان شاء الله بتكونوا صحيين الى انه اكله بالعدد الكبير نعم له تأثير على السكر وعلى الانسولين وحتى لو كان بعدد فردي والوتر وهذا عشان ننفي كمان الاشعة اللي طلعت اللي قللك اذا انت بتاخد التمر بعدد فردي ما بيتحول السكر واذا اخدته بعدد زوجي بتحول السكر على كله كلام فاضي ولا اساسها له من العلم ما نحاول بليز لو سمحتو نربط السنة مواضيع السنة والممارسة بمواضيع العلم بالنسبة للمريضة السكر انا اول شي بتشكرك انك يعني وافقت انك تشاركي معنا هاي التجربة ابتدت فيه منسوب سكر كان 216 على الصيام وعطينا نفس العدد خمس تمرات طبعا استجابة الانسولين متوقعا هتكون ضعيفة لانه مريضة سكر اخر اليوم بوصل الحد الاعلى كان 39 في بعد المئة الدقيقة ومع ذلك كان ما زال السكر في ارتفاع طردي يعني بعد المئة الدقيقة كان لسه بيرتفع ووصل منسوبه لغاية 292 وطرينا نوقف التجربة طبعا لانه خلاص يعني قربنا 300 ما عاد فينا اننا نستنى الا لازم تاخد الدواء النتيجة والاستنتاج ان كان انت مقتنع على انه عدد فردي ولا مش عدد فردي ومقتنع انه سكر فواكه ولا مس سكر فواكه ولا انه التمر سني ولا مس سني العدد يحكم اذا انت كنت مريض سكري ارجوك يعني لا تتجاوز الحب باليوم حدك اذا انت اكلت واذا انت كنت مريض طبيعي او شخص طبيعي كمان اتمنى انكم ما تتجاوزوا الثلاثة لأي سبب من الاسباب يعني خمسة بصراحة كتير للامانة يعني اتمنى انه هذا الفيديو يعني يكون فيه الفائدة اتمنى انكم تشاركوه راح تفيدوا الناس كتير هاي الفيديوهات التجارب اللي احنا بالمختبر بنعملها يعني عم بتكلفنا جهد ووقت وفلوس وكلها لاجل مصلحتكم لانواعيكم ايش التأثير الاغذية عليكم وارجوكم انكم انتو يعني تهتموا فيها اكتر من اهتمامكم بالشغلات اللي هي بصراحة ما الها معنى ولا تموس حياتكم ولا صحتكم ونراكم بالصحة والسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة